اشتركوا في القناة بموجب التقرير حزب الله بفضل فرنجية قد يكون يفضل فرنجية نظرا لشخصية تعاون ومساره السياسي من أجل رئاسة الجمهورية ولكنه لا يرغب بوصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة لذلك فهو ينتظر سقوط هذا الشرط بتعتقد المشكلة الحقيقية هي بموضوع وصول سعد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء يعني قلتلك ببداية الحديث أن حزب الله بسياق سياسته يظهر وكأنه يريد الكل تابعين إلى دولته وبالتالي من الطبيعي أن يعرق الوصول الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة لأنه يريد الهيمني الكامل على الدولة اللبنانية وسعد الحريري سيكون عائق أمام هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية يعرقل أو يدعب ذاته يعني هون في فرق بينه ما هي العرقلي هي نتيجة الفاته الموضوع يعني شو تغير وقت الأسقطه سعد الحريري شو تغير لليون بعضه المخطط ذاته وبعضه النهج ذاته وما بعرف ليش الاستسلام والذهاب نحو مرشح من 8 أذار ما بعرف ليش هذا الاستسلام عندنا كلنا يعني محصور لا مش محصور مثل ما خليني يقول استنادا هاك اللي سمعتوا منهم كلهم طيب نحنا جربنا ترشيح الدكتور سمير جعجع ونزلنا وانتخبناه وهو اول من بادر الى سحب ترشيحه وبالتالي قال اعطيت اخدت الفرصة الكاملة فلقيت بالمعطيات اني مش رح اوصل طيب ادي صر لهم عملية ترشيح سليمان فرنجي وميشيل عون ادي صر للعملية صر لها سنة من حكافية ودعمة من طرفين من 14 أذار يلي هني تيار المستقبل السليمان فرنجي والقويت اللبنانية للعماد عون طيب بعد ما يقسنا انه كمان ما رح يقدروا يوصلوا بس تنفيذت ونروح الى شخص قادر على هذا الجمع قادر على لم الشامع من خارج الاربعة لا بعد في رابع ما حدانش جرب حظه ما قال الرئيس الحريري انه تجرب جرب مش صحيح هذا الكلام لانه بعد ما الرئيس جميل ما علانش ترشيحه انا سمعت الكلام مستغربة لانه الرئيس جميل لم يعنن ترشيحه بعد وبالتالي لكن نحنا منذ البداية قلنا انه نحنا مش معرقلين لوصول انه الرئيس جميل او لا احد نحنا الرئيس جميل هو مرشحنا التقليدي والطبيعي وبالتالي نحنا بنشوف فيه وغيرنا بنشوف نحنا عم نعمل اتصالاتنا وعم نلتقي بكتير من الكتل وبالكواليس وحتى انا بدي يقوله على الهواء حتى حزب الله لفيت ولده على ترشيح الرئيس امين جميل وبالتالي وهذا كلام صار نتيجة الحوارات يلي اجيناها لكن الرئيس جميل لم يعلن ترشيحه لانه الرئيس جميل ما بده يكون واحد ايضا من المعرقلين يلي صنوا سنتين ونص يهني يا لا احد هلا اذا كان في حظ للرئيس جميل نتيجة خبرته وحكمته ودوره وتاريخه عمر جيد جدا اما اذا ما فيه تعاون نروح الى خارج الاربعات كل الحكي بده يصير مع العماد عون يعني المشكلة مش به وجود فيتو عند حزب الله على رئيس معين المشكلة بأن العماد عون ما مرد حزب الله بيقول انه بس يقول العماد عون انا ما بقى بدي ما عنا فيتو على حدا نعم لكن المشكلة بقلتلك المشكلة موجودة واذا انا بدي حاسب وبعتزر كمسيحي انا بحاسب بالاول عماد عون اسلامي فرنجي لانه هني عبي مرسوا لعبة التعطيل وان كان حسب الاحجام النيابية العماد عون بيتحمل مسئولية اكبر مع انه يعني البعض يضع الكرة بملعب الموارنة تحديدا لا مش كل الموارنة في عنديك موارنة ومسيحيين هني صار من التقليد النزول الى مجلس النووي بكرة الاربعة في جلس نحن تلاقي غيرنا يعني نحن والقوات وطبعا طيار المستقل عم بحكيه مسيحيا نحن والقوات والمستقلين موجودين حتى عم ينقال انه مثل ما فيه بالمنطقة حرب سنية شعية بلبنان فيه حرب مارونية مارونية غير ظاهرة يعني بس هي حقيقية يعني نحن طلبنا مرارا متكرارا انه من حق العماد عون يترشح من حق اسلامية فراجية يترشح بس يشرفوا ينزلوا مش ننزل ننتخيب اشباح يعني انا لأول مرة هيكي انا قارئ جيد للتاريخ بقرة كتير بعد ولا استحقاق بدي احكي مش هطلع مرات لبنان بلبنان من قبل الاستقلال والاستقلال الى هذه اللحظة بعد ولا مرة نائب مرشح نائب مرشح ما بينزل على نائب فيه مرشح لرئاسة الجمهورية عامل فتلي نظري انه بكل جلسة سيزاري حلو لا مرشح مش نائب مبات لبكي بيعمل بيوقف قدام مجلس النواب بكل جلسة وبيعمل بيان والاعلام الكامل وحقه حقه اذا هذا المش نائب ما له امل بالمرة عم بيواظب على الحضور قدام باب المجلس النواب فكيف النواب اللي نحنا نزلينا ننتخبه طب انا ممكن اعمل مقارنة بين كنائب بين العماد عون والوزير الفرنجية وممكن اذا لقيت ما فيش غير ها والاثنين بدي انزل بس اذا انزلت ما لقيت الاثنين يعني ما عم يحترموا الدستور ما عم يحترموا الاصول البرلمانية وانا انتبي قلت هالكلام للعماد عون ايه شو كان جوابه المجالس بالامانات لا صراحة المجالس بالامانات يعني انا ازيروا مرة بهالزيارة قلت له لازم تنزلوا وانا صرحت مئة مرة بمجلس النواب انه ما بيجوز ننتخب كاسبر كاسبر كنا نحنا وصغار في شبح اليوم ننزل عم ننزل عمجلس النيابي بنقعد نص سيعة شوي بيأجلوننا الجلسة مثل عم نضحك على بعضنا كنا بالأول يكون عديدنا بالخمسة وخمسين أو الستين هلأ أصار ثلاثين يعني بكرة بجلسة الجلسة المقبلة بد يكون أقل بعد بد يكون أقل انا رح انزل قعد بمكتبي مش رح فوت على القاع احنا ما يضحكوا علينا مين بدو يضحك علينا اللي مرشحين بدو يقولوا لك ما قال عقلهم جايين اللي ينتخبوا ونحنا مش هونيك بأنه عارفين أنه ما دأ جرس عارفين بعد الانتخاب نوعه بمكتبنا احتراما للأصول أنه جينا على البرلمان بس للأسف يعني للأسف أنه هايدي شي ظاهرة بعد ما صاري طواله مطرح بالكون وبعدها معلش في عند الموارني مليون إنسان قادرين يكونوا أحلى رؤسة جمهورية هلا الاهتمام كله منصب على النفط اليوم اللي لفتني معالي الوسير طب ياخدوا النفط ويعطونا الرئاسي ياخدوا النفط هلقدي بنفس الأهمية أنا مش شايف لا أقولك شي مش شايف أنا إنقاص للبنان مش شايف إنقاص للبنان إلا بانتخاب رئيس تشكيل حكومي ومن ثم انتخابات برلمانية لنحافظ على المؤسسات الدستورية هايدي السلي اللي عمي نحكى عننا السلي بس أوكي إن شاء الله يصير فيه اتفاق بثنين ثلاثة أربعة أب بجهة ثلاثية الحوارية إن شاء الله يصير فيه اتفاق بس أنا بشوف لما بيكون البنية الهيكلية للمؤسسات الدستورية موجودة ما بعد خوف ما بعد خاف على شي اتناين لما بكرة بيصير فيه رئيس جمهورية وفيه مسائلة بمجلس النواب ننفتح باب للمسائلة وبيصير فيه حكومة قادرة يعني حكومة مش مثل الحكومة الحالية أنا ما بقول عنها شي رئيسة بيقول عنها إنه هي من أفسد الحكومات وأفشل الحكومات طب أنا كيف دي يسلمون هيدا الملف ملف النفط يعني عندك خوف إنه يكون عم بتهريب ولذلك لما بنقله نعتونا الرئاسي وخده النفط لأنه أكيد الرئيس اللي بده يجي مع حكومة نزيها مع برلمان جديد عم يضرب يدعو على الطاولة عم يسأل عم بيحاسب باسم الشعب اللبناني رح يوقف كل هذي السفقات لأنه النفط لو بلشنا في اليوم يعني عم تستبق القول إنه كل شي يعني في خوف من إنه يكون صار صفقة بهالموضوع سترولا ما في شي عم بيصير عن يد الدولي ما في صفقة ما في صفقة أنا لما بدي شوف وزير أي وزير نعم فجأة فجأة صار عنده قصور في كل مكان صار عنده أساطير من السيارات وصار عنده طائرات وا 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 طب ما بديش أسأل من أين له هذا من عم بتحكي عن وزير جبران بسير لا ما عم بحكي عن وزير جبران بسير أبدا عم بحكي عن كل الوزراء نعم عن كل الوزراء حد عم يسألون من أين لهم هذا أنا أخبرت أخبرت عن أحد الوزراء أخبرني ضابط بالأمن العام إنه إنه يوم 150 ألف دولار من الرشاوي أنا عم بسأل ويني وينول محاسبة النواب مش نواب اللي بحاسبه فيه صار بأدراج المجلس نيابي يمكن ألف سؤال واستجواب هاي الألية المسائلة والاستجواب مين عم بيطبقها مين عم بيطبقها هلأ فيه اجتماع للرئيس سلام مع الرئيس بري بموضوع النفط بتعتقد أنه الموضوع رح ينترح على مجلس الوزراء المقبل بعتقد في جلسة الخميس مخصصة للنفط بس كمان قالوا أنه الرئيس سلام بيعتبر هذا الملف وطني بامتياز فلذلك بده دراسي بتأني وبده رأي كل الأطراف مش غلط حزب الكتائب أنه انسحب من الحكومة بهالوقت شكرا بلاشتلك كلامي بلاشتلك كلامي أنه إيد لوحدة ما بتزايف نحن لما لقينا حالنا أول شي لما لقينا استمرار هذه الحكومة نسى الناس وهني نسيوا ضرورة انتخاب رئيس طلعنا اتناهن لما صرنا شو ما أبداينا رأينا ما حدا عم ياخد برأينا لأنه المكون التاني ما حدا إلا حكي لي لا حكي له مش هني سموا بعضهم مرق لي بمرق لك حكي لي بحكي لك طيب نحن شونا نظل نعمل نكون شهود كحزب كتيب يبقوا الأشخاص بس يعني الحكومة هي المكان الوحيد اللي بتقدر يمكن توصلوا صوتكم فيه بفعالية لا لا نحن بنوصل صوتنا عبر منابر البرلمان بنوصل صوتنا عبر الشارع بنوصل صوتنا عبر منبر حزب الكتيب بنوصل صوتنا عبر كل الأطراف البعدة مؤمنة بلبنان والعدالي بلبنان بموضوع متصل بالنفط إنما من جانب آخر رئيس برأي بيقول اليوم لعماد مرمل ما بدنا مزارع لن نقبل باستحداث مزارع شبعة بحرية في مياهنا لا نريد نشوم حرب مع إسرائيل ولكن النزاع على النفط ربما يتسبب باندلاعها فانتبهوا هل علينا أن نخشى كمان حرب إسرائيلية من البداية نحن نعرف أنه إسرائيل عدو إسرائيل عندها مطامع بيابسة لبنان وببحر لبنان وهي كمان آكل شوي من المياه الأقليمية اللبنانية وكلنا من المنزل البداية عم نقول أنه هالنفط ممكن أبرس تسحبه ممكن إسرائيل تسحبه وبالتالي أكيد بده يشكل حالي نزعية لكن أنا مع كلام دولة الرئيس نبي بري لكن بدي كامله إنه مين اللي بيعمل الاتفاقات الدولية ويشف عليها ويصحر عليها مش رئيس الجمهورية يعني مش لازم نضغط أكتر بانتجاه انتخاب رئيس حتى يكون في عنا منبر عالمي بكل المطارح ندافي عن حقوقنا رئيس بري بده يضغط بأي طريقة أكتر من أنه عم بيدعي جلسة ورا جلسة نحن طلبنا الرئيس بري بإذن أنه نعيد النظر بعد هالسنتين ونص بألية النصاب وبالجلسات المفتوحة باستمرار نعم يعني ينظل موجودين بالمجلس إلى حين انتخاب رئيس ليش عم نقول الرئيس بري لأنه عليه تبنى أمال الرئيس بري بكل الأطراف قادرة تحكي معه قادرة تتواصل معه قادرة تتفاهم معه واليوم هو صمم أمان هو رئيس مجلس النواب بغض النظر عن غير ملفات وغير أمور من انتقادها لكن هو يدوره كرئيس مجلس النواب أنه يسكر علينا القفل جوات المجلس إلى حين انتخاب رئيس يغير موضوع النصاب غير موضوع النصاب لأنه هي اجتهاد شخصي صار اجتهاد منه بس هي المكتب المجلس مش يدفي نعم بس أنه وصلنا لوقت صار هذا الاجتهاد حتى لو أنا موافق إعلاقي وبالمطلق موافق إعلاقي يسبب مقتلا للبنان نتيجة تعنط أشخاص وسياسة حزب الله يوم الأربعة في جلسة لجان المشتركة من أجل أنون الانتخاب ستعود الجلسة للبحث من حيث انتهى هذا البحث بظل إسرار الإصلاح والتغيير وفاقه للمقاومة والتنمية والتحرير على تحقيق خارق نحو التقدم للاتفاق على أنون جديد كبروا عقلتهم مصدر بيقول كتائب لجريدة الجمهورية أنه طرحته أنون الدائرة الفردية في تأييد معها الأنون من الاشتراك من النائب وليد جنبلات والنائب أحمد فتفت كبروا عقلهم ليه؟ لا لألك لا لألك لا لما كان فيه لجنة مصغرة مكلفة بالإشراف على وضع قانون الانتخابات النيابية سبع اثمان أشخاص ممس شليل كتل بعد سنة ونص ما قدروا وصلوا إلى أي مكان واللي جين هو باللجنة المصغرة النائب جوج عدوان وضع التقرير يلي استمعنا إلوه ويلي هو تقرير يعلم فشل اللجنة في الوصول إلى أي انتفاق حول قوي اقتراح أو مشروع قانون الانتخابات رحنا على اللجين المشترك جلسة 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 أعلن نائب رئيس مجلس النوية فريدي مكيري أنه الاستسلام والفشل هو أعلن بنروح على طاولة الحوار يلي صاروا أربعين أو أكتر ما بعرف هي جلسة نحكى كثير بقوانين انتخابية طيب ما زالت حدد اتنين ثلاثة أربعة آب حوارية ثلاثية حول قانون الانتخابات بصورة خاصة معناتها أنه هاي دي الجلسة ستكون مثل جلسات انتخاب الرئيس للصورة والدردشة مع بعضنا البعض والآخر منرجع على نفس القانون القائد بالآخر منرجع هده هلأ بالنسبة لقانون الدوائر الفردية يلي طرحوا حزب الكتاب لقى استحسان على طاولة الحوار من أكتر من طرف الرئيس سنيورا حتى الرئيس بري وفي أطراف أخرى على الطاولة يعني كانت طيار وطن الحر شو كان رأيه بالموضوع ما حكي طيار وطن ما علق ما كان عنده تعليق يعني كان في استحسان ما قلتش تأييد أنا استحسان وبالتالي كان فيه جو إيجابي نحو هذا القانون هلأ في البعض بيصفوا بأنه قانون إنقاذي في البعض بيصفوا بأنه قانون مستحيل لأنه تصغير الدوائر بيفتح المجال أمام المال السياسي لشراء المقاعد وهون بين هللاين وبغزق المذهبية بين هللاين صلي زمان بقول وبد يضل قول قبل ما نعمل القانون ونحدد فيه شكل الدوائر نقطع إيد المال عن الانتخابات المال أفسد نص الشعب اللبناني من خلال القانون من خلال وضع عواقع عقوبات بالقانون تمنع بيع وشراء الأصوات وتلزم الناخب اللبناني بالاكتراع يعني كل النقاش هلأ بقانون الانتخاب وشكل الدوائر تقسيم دوائر مصالح بمصالح بس اليوم أنا قبل قانون الانتخابات بدي وقف شراء المال لو ألا صار أنا بعد الـ 2009 بالنهار زرت وزير الداخلية كنت بعدني وزير أنا زرت وزير الداخلية لوقتها زياد باروت ومن عنده وزارة الداخلية قلت إذا ما بينحطوها والنقطتين الاكتراع الإلزامي نعم ومعاقبة الشاري والبايع اكتراع الإلزامي من قبل الناخبين لا قلتك لا لما تطلعني سجو تدري اليوم بدي أعطي مثل أنا عندي عنا 16 ألف ناخب من زحلي عايشين برات زحلي بلتقي فيهم ببيروت بمناسبات وكذا بقولون طب شو بيعنينا لنطلع على زحلي في عدد منهم بيقلك بدي سيارة تاخدني وتجيبني بدي ترويء أو غدا وعشا وبدي أوتيل في منهم بدون أوتيل في منهم بدون حق الأصوات افتكيف لاي صار معاش يعنيهم بس لما بيصير الاكتراع إلزامي تحت طائلة العقوبة المالية وتنزل على سجل العدلي بيصير مجبور يطلع بدون ما حدا يبعث وراه ويأمله سيارة لأنه الاكتراع واجب وطني رأعطيكي النموذجين دولة فاشلة ودولة راكية سوريا والسويد لينيتهم بيطبقوا هذا الاكتراع الإلزامي موجودين بكل دول العالم هذا واجب وطني على الإنسان يروح يعملوا جباته مش اليوم أنا مبدي لأنه أنا عم بشوي لحمي لأنه غير مكتر ما معتبر أنه صوته لا بقدمه لا بأخذ أو مبدي أنا لا مش صحيح يمكن لو تغير القانون كان حس حاله معنى أكثر لما الشعب بينزل بغير كل شي كافينا نقب دون فعل بدكن التغيير بدكن طاقم السياسي جديد بدكن طاقم نيابي جديد بدكن رئيس جمهورية جديد وزارة جديد شرفوا نزلوا على الصحة ما فيكن أنتوا عم تأرجلوا تحصلوا على البدكنيين لحياتني ضال مستمري بعد الفاصل القاع وفزاعة الأمن الذاتي والأحزاب اللبنانية وهي تحتفي بموتها مثل ما قال علي الأمين لحظات ونعود اشتركوا في القناة شكرا